مؤخراً أتاحت واتساب نقل المحادثات من جهاز إلى جهاز بدون استخدام الانترنت وبشرح لكم جميع الخطوات بالتفصيل بدون ما تفقد بياناتك السلام عليكم أنا عبدالله زاهر وأهلاً وسهلاً فيكم لابا معايا الشرح خطوة بخطوة إلى نهاية الفيديو ولو وجدتك أي مشكلة أكتبها لي في التعليقات وبحاول أرد عليها بإذن الله أشرح الآن على جهازين آيفون 10 وآيفون 15 تقدر تستخدم نفس الطريقة على جميع الأجهزة ممكن تواجهك مشكلة في نقل البيانات إلى الجهاز الجديد أنصحك قبل تنقل البيانات تروح إلى أعدادات الجهاز الجديد بعدين من فوق هنا عند الاسم روح إلى الآي كلاود اختر مشاهدة الكل وابحث عن تطبيق الواتساب وقفل خيار الآي كلاود الآن وبعد اكتمال النقل ارجع فعلى مرة ثانية البداية نروح إلى الواتساب اللي موجود فيه جميع المحادثة تضغط على زر الإعدادات تتأكد من المساحة المستخدمة من تطبيق الواتساب على جهازنا من خلال التخزين والبيانات نروح إلى دارة التخزين وبتطلعنا المساحة المستخدمة على الجهاز مثلا عندي أكثر من 24 جيجا تمثل جميع المحادثات بما فيها الصور والفيديوهات اللي موجودة بداخلها سواء كانت قروبات أو محادثات خاصة نرجع إلى الدردشات وقبل ما نبدأ في نقل البيانات أنصحكم تسوون نسخ احتياطي للمحادثات سواء على الآي كلاود للآيفون أو جوجل درايف للاندرويد نروح إلى نسخ احتياطي للدردشات إذا تحب تحتفظ بالفيديوهات على الآي كلاود فعل هذا الخيار بالنسبة لي أنا رأى أحتفظ بالمحادثات النصية فقط عشان أوفر علي مساحة في الآي كلاود ويكون النسخ الاحتياطي بشكل أسبوعي أضغط الآن على نسخ احتياطي الآن وانتظر حتى يكتمل النسخ بشكل كامل أكد من تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطية من فوق نرجع الآن إلى الدردشات وننزل إلى الأسفل وبتلاحظ وجود خيارين الأول نقل الدردشات إلى جهاز اندرويد وتحب تنقل الواتساب إلى جهاز بنظام الاندرويد الخيار الثاني نقل الدردشات إلى آيفون واللي راح أستخدم الآن في الشرح لنقل المحادثات إلى جهاز الجديد هذه الطريقة تحتاج لوجود الجهازين في نفس المكان على نفس الشبكة وما راح يستخدم الإنترنت في نقل البيانات نضغط البدء وبتطلعنا الخطوات بالشكل التالي نروح إلى الجهاز الجديد وننزل تطبيق الواتساب بعدها ندخل نفس الرقم الجوال اللي موجود على الواتساب القديم نضغط على موافق هنا نبدأ نصور الكيو آر كود اللي موجود على الجهاز الجديد من المهم نسمح للتطبيق أنه يوصل إلى معلومات الشبكة الداخلية حتى يتصل بالجهاز القديم ولو كانت هذه الميزة غير مفاعلة بالجهاز القديم تأكد من تفعيلها الآن نوجه الكاميرا إلى الكيو آر كود على الواتساب الجديد ومجرد ما يتم اقتران الجهازين رح تظهر لنا شاشة نقل البيانات مباشرة لا تخرج من التطبيق نهائيا وانتظر حتى يكتمل النقل بالكامل ووقت النقل يختلف حسب البيانات اللي موجودة بجهازك عندي أخذت تقريبا أقل من خمس دقائق الآن مبروك تم نقل الواتساب تقدر تضغط على إكمال وتكتبس مكينة وبتلاحظ أن جميع بياناتك تم نقلها بالكامل بما فيها الوسائط باقينا خطوة مهمة الآن تروح إلى عددات الجهاز مرة ثانية بعدين الاي كلاود وتفعيل خيار النسخ الاحتياطي للواتساب بعدين تسوي نسخة احتياطية ثانية للواتساب من الاعدادات الدردشات النسخ الاحتياطي وأنصح بتفعيل النسخ الاحتياطي بشكل تلقائي وتختار أنت بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري بالنسبة لي أنا أخذ نسخة احتياطية بشكل أسبوعي فبادة تضغط على نسخ احتياطي الآن وممكن تواجهك نفس هذه المشكلة اضغط موافق واضغط على زر نسخ احتياطي الآن مرة ثانية وبكذا نكون نقلنا جميع المحادثات من الواتساب القديم إلى الجهاز الجديد ودوم نفقد المحادثات لو عندك أي ملاحظة أو استفسار اكتب لي في التعليقات أتمنى تدعمون القناة بضغط زر الاشتراك وزر اللايك شكرا على المجاهدة أشوفكم في فيديو قادم مع السلامة